مش تجربة ان المنتخب خسر على فكرة ما السنغال خرجت والمغرب خرجت واوع حد يقول ان خروج المنتخبات الكبيرة دي مبرر ان كل الكبار خرجوا لا في ناس بتخطط ولكن سوء توفيق مدرب ما كانش موفق في يوم المباراة في يعني حاجات تقول ان الناس دي خرجت بس الناس دي بتخطط لكن احنا هنا لا محدش بيخطط محدش يقارن نفسه بخروج السنغال وخروج المغرب الامر مختلف تماما دي ناس عندها منظومة بتشتغل عليها في يوم ما كانتش موفقة غلطة حكم مدرب مش موفق مدرب مغرور وارد على فكرة يعني وارد جدا ان في منتخب من المنتخبات الكبيرة خرجت ان عندها مدرب مغرور اشغل نفسه بتصريحات عنترية مركز في المباراة خرج ولكن تيجي تبص على المنظومة نفسها لا المنظومة شغالة كويس فما حدش يقارن خروج المغرب والسنغال بخروج مصر الموضوع مختلف احنا عندنا مشكلة لو عايزين نحل نتكلم عشان نحل فبالتالي الاتحاد هيكمل عشان ما نخشش في موضوع اللجان اوكي بس هل ليحة النظام الاساس هتتغير اتمنى فكرة ان الانتخابات تبقى بالقوام المغلقة اتمنى تتغير واتمنى اشوف وجوه جديدة واتمنى اشوف ناس لها علاقة بالادارة الرياضية مش لازم تكون لعبة كورة اتمنى يبقى فيه تنوع في الاختيارات واتمنى الجمعية العمومية يبقى ليها دور ولو مرة واحدة في اختيار مجلس ادارة يقود القرى المصرية للامام واتمنى الناس اللي تيجي يكون لها علاقات خارجية مطلعة على الملفات الخارجية اتمنى يكون فيه اختصاصات مختلفة ناس لها دور فيه تأهيل الحكام ناس لها دور فيه ضبط اللوايح داخل الاتحاد ناس تعرف تعمل هيكلة في المنظومة ناس تعرف تختار اجهزة فنية اتمنى يكون فيه تنوع في الاختصاصات ما تبقاش القصة يعني ايه مين اللي عنده قتلة تصوطية لو عايزين نصلح والله هنصلح كده ده جانب الجانب التاني جانب الجهاز الفني المعلومة اللي عندي ان الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا الموضوع خلاص اصبع محسوم سيتم توجيه الشكر لروي فيتوريا يعني تقريبا على اجتماعي ومالحد اللي جاي الاتحاد هيعلن بشكل رسمي الصيغة اللي توصل اليها لتوجيه الشكر للجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا روي فيتوريا مش هيكمل الموضوع خلاص اصبح حسوم الموضوع ممتهي النهاردة اللاربع لغاية الحد اللي جاي في مهل 4-5 أيام الاتحاد في اللاربع و5 أيام دول بيشوفوا صيغة انهم يفوقوا الارتباط مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ده اللي هيحصل في اللاربع و5 أيام اللي جايين عشان جدا الاتحاد قدن نفسه مهل اليوم الحد اللي جاي هيعلن لحضراتكم بعد الاجتماع ودراسة التقارير إيه القرار إيه اللي هيتخذ وفي نفس الوقت أنا هيكون فيه صيغة وفيه تفاهم مع روي فيتوريا هل يتنازل عن شهر يتنازل عن شهرين ياخد الثلاث شهور يعني أنا قصة بالنسبة لي اللي تعاقد واللي اتفق واللي عمل العقد بالشكل ده يحل المشكلة اللي حضر العفريت يصرفه